سهلا يا دكتور زهي دكتور زهي ما الذي لم يقل من 48 ساعة حتى الآن منذ هذا الافتتاح الكبير عن هذا الحدث أكيد في حاجة ما تقلتش رغم أن الكلام كتير والله يشوف الحاجة الأولانية الممكن ما تقلتش بصراحة هو المجهود الجبار اللي اتعمل في الإعداد ليوم الخامسة اللي فاتها يعني الدكتور خالد ما كانش بينام ولا اللي معاه فأنا شايف أن احنا لازم نقدر هذا الافتتاح وخاصة أنه صامت يعني ما بيعملش دوضاء كتير حوالي الناس هو بيشتغل مجلس الدكتور خالد أنه هو بيشتغل وفعلا يعني هو دائما يصدر مصطفى وزيري في الدوضاء وهو بيشتغل وبينتج والحقيقة بيعجبني فيه أن دراسته لكل موضوع بيعمله وبالتالي دي حاجة كانت موجودة فيه على الفكرة يعني أنا قبل ما أعمل أي موضوع أدرسه فأنا وجدت أن الدكتور خالد كان عايز أقول سر يعني كان أنا الوحيد اللي مسك الأثار بعدية أو قبلية وهو يعني ما كنتش أتصور أنه هشوف اللي أنا بشوفه ده فأنا سعيد بالدكتور خالد وسعيد باللي بيعمله واللي لم يقال أنه هو عمل وزميله وزميله في الأثار مجهود جبر والحاجة التانية بقى أنت في المحنة اشتغلنا في 2005 ل2011 طلعنا حاجات كتير جدا ما تقالتش يعني مثلا طلعنا خرطيش لكيليو باترا مية المية كانت بتجيب بقى يا بارك آنتني وسيزر وتفسعهم وتقولهم شوفوا الأثار بتاعتنا وجمالها عشان يحبوها وتحكم العالم كله أنها كان عندها وازع أنها تحكم العالم كله صحيح عندنا مثلا مصانع للنبيت طلعناها في المنطقة دي عندنا لوحة طلعت بتؤكد أن ملك من ملوك العصر المتأخر كنا بنقول حكم سنتين طلع حكم خمس سنين الاكتشافات اللي تمت في طريق الكباش في الوضع الطويلة دي اكتشافات ضخمة جدا وأجمل حاجة بقى كان محمود بوروك ده فنان كان معنا كان فيه اللي بيشتغل في الحدث كله كان معايا صبر عبد العزيز كان رئيس قطاع الأثار ومنصور بوريك وصلاح الباسخ ومصطفى الصغير دول اللي أنا فاكر أسمعهم لكن دول تلاتين أثري وتلاتين مرمم وألف عامل بشتغلوا وطبعا سامير فرج شلنا التعديات اللي كانت موجودة على الطريق لكن السينفونية الجميلة أن هذا العمل كله من تسعة واربعين للنهاردة ما فيش واحد خواجة فيه مصري مصري طول عمراني بيقول إيه الخواجة فلان اكتشف أنا زمان كنت أداء جدا حضرتك لما أدخل بوك ستور ألاقي كل الكتب أجانب ماليش كتاب واحد لمصر كنت أداء جدا وأنا مرة وأنا صغير في بداية عملي في الأثار ببص لإيه ناشتغرافك عامل فيلم لوحد خواجة أمريكاني داخل مقبرة نفر التاني والإيه كابير مفاتيش الأثار مش هقول اسمه ماسك له فانوس وفتح بقه وقعت والتاني بتكلم وانا فتح البقه أنا تغصت كدا ودأت جدا إم كان دي بالحاجات اللي أنا نجحت دي غيرت في حياتي قلت إن أنا لازم أغير الحاجات صورة مصر عن طريق مصري وعشان كده الدكتور زيح حواس أجاد إن هو يقدم الصورة دي خلال كل السنوات اللي فاتت طيب